أهلاً وسهلاً بيكم في بداية شهر سبتمبر من كل عام بلاحظ أن عدد الفالوريز عندي على فيسبوك بيقل فجأة بشكل ملحوظ بعدد كبير وبدون سبب منطقي فلما بدأت أسأل قالولي كل سنة أنت طيبة موسم المدارس مفهمتش إيه علاقة المدارس بغلق الأكاونتات على فيسبوك فقالولي أن الماميز أول ما المدارس تبدأ بيدخلوا الكهف ويبدأوا معسكر تهذيب وإصلاح ليهم وللعيال يقفلوا أكاونتاتهم ويربطوا رأسهم ويطلعوا الشباشب ويبدأوا يتحفزوا زي جنود الصعقة اللي طالعين مهمة فجأنا بقى بكل براءة وحسن أن هي أقول لكم الأنوسة ألاقي دحكات شريرة ساخرة بتقول أنوسة إيه ضنايا دحنا ولا يشأينين وعندنا عيال عايزين نربيهم ما عندناش وقت للرفاهيات دي فتعالوا نفتح الملف بشجعك المعتاد ونسأل ليه بنعتبر الإنجاب نهاية الحياة الزوجية ونهاية الحياة كأنسة بعضوكو قال في تعليقات الحلقات السابقة أنهم فقدوا الأمل نهائيا في أي شكل العلاقة الزوجية وبقوا بيناموا في غرفة العيال فهل فعلا الأمومة تتعارض مع الأنوسة وبتقتلها وبتنهيها تماما بحيث الرئة والدلع والأنوسة كان هدفها توقيع عريس وبعد ما تدبس وخلف خلاص كده كل سنة وانت طيب يا حج أو يا بابا وهو يقول لها يا ماما ويزهدف بعضه في الحياة كشباب زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت هالأم العيال ما ينفعش تبقى في نفس الوقت ليدي أو هانم أو روقة أو دلوعة أو صنيورة أو سموها زي ما تسموها المهم ست يعني بالنسبة لنفسها والجزء مش مجرد أم العيال المتكحرطة المسحولة المتبهدلة كحالة وحيدة حياتها كلها بدور حقاليها في الحلقة دي همسك المشرط وهفتح الجرح استحمله معايا عشان الكلام ده لازم يتقال بصوت عالي دي الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه المشكلة المعقدة اللي مسببا لنا كلنا التعزة تعالوا نرجع وراء خطوتين ونفتكر هي اتجاوزت ازاي اصلا الانسة جعفر كانت بتتبرق من الانسة اصلا قبل ما تتجاوز لانهم اقنعوها ان دي مرقاة وقلت قدب وبعدين اكتشفت ان كونها جعفر دميزة كبيرة باعتبار ده النموذج المناسب للزواج والخلفة لان نموذج الانسة المجتمع بيعتبره مش بتاع جواز في رأيوها وفاهموها ان جوزها ده مجرد وسيلة للخلفة اللي المفروض تبقى الهدف الاوحد لحياتها ولوجودها ومنهاش لازمة من غيره فجوزها ده المفروض يبقى تاخده على قد عقله زي العيال لغاية ما تتم المهمة بنجاح وتعتبر العيال العوضة عن جوزها فبعد ما اتجوزت وحاولت تمثل الانوسة الاول مرة في حياتها فجئت برد الفعل العجيب الغريب الرافض تماما اللي بيقول لها اوعي تعملي كده عشان مش عايز افقد احترامي ديكي يعني هو كمان منتظر منها دور واحد هو الخلفة الكلام ده شرحنا بالتفصيل كل الحلقات اللي فاتت وكمان بقى لقت كل اللي حواليها بعد اول اسبوع بيسألوها السؤال البايخ الغلس ها مفيش حاجة جاية في السكة مع ده حكات صفرة في نفس غلاسة السؤال فبالتالي لكن عندها وقت للتعود والتأقلم على مشاعرها هي نفسها الجديدة يعني المشاعر الجديدة عليها تماما كأنثة بتجرب انثيتها دي الاول مرة في حياتها مع زوج ما تعرفوش تقريبا لان شكل الزواج في مجتمعاتنا بيحدد جدا العلاقة قبل الزواج فهي الاول مرة في حياتها تقترب منه بجد ولا كان عندها وقت للتعود والتعرف الحميمي مع جوزها كزوجة بحيث عواطفهم تتطور تطور طبيعي تمهيدا لتأديد دورهم مع بعض كزوجين ثم كأبوين وكمان عليها ضغط من أول يوم من قبيلة من الناس منها الأسرتين والمعارف والجران مسكن لها الساعة بعد تسع شهور باليوم هيجوا يخبطوا على الباب عشان يشيلوا العائلة وكأن مطلوب منها تحقق تارجت قبل ما نقفل الشهر حسن المدير يرفدنا أكتر قرار شخصي وخاص جدا بين الزوجين وهو إمتى يسعوا للخلفة باختيارهم لما يكونوا مستعدين لها نفسيا وبعد ما يتغلبوا على كل الضغوط والتعب والإجهاد النفسي والجثماني بتاع الإعداد للزواج القرار الشخصي الخاص جدا ده يصبح قرار اجتماعي ياريته أسري قرار اجتماعي من حق أي حد معادي يدخل فيه والكل بيحسب توقيته بديوم فهي تحت الضغط المهول ده كله وكل دي إحباطات أصبحت واقعة عيس بتخليها تبطل تحاول أصلا تفتكر أنها أنسة وتبدأ تمشي في السيناريو المرسوم لها والغيرها لمزيد من التعاسى باقي عمرها بأنها تعمل كل حاجة مجبرة غصبة عنها من غير طاع من غير مشاعر حتى الحميمية اللي اقتنعت أنها مجرد وسيلة للإنجاب تستحملها غصبة عنها وبكده يبقوا العيال تحولوا للبديل العاطفي لجزء اللي ما لحقتش تتعرف عليه أصلا أو ما بقتش مهتمة تتعرف عليه فتعتبر العيال المصدر الوحيد إسعادها وتعودها عن خبة أمالها العاطفية دي فتركز بقى كل ما جودها فيهم ويتحول جزءها ده لمجرد مكينة صرف وهي كمان تتحول خادمة لولادها لأنها بتتوقع منهم مقابل ده كل حاجة كان نفسها فيها في الدنيا ومعرفتش تحققها وتبقى مجرد مستحملة جزءها كأمر واقع فنلاقيها بتقول النشيد المحفوظ مستحملة عشان العيال وهيعيشها والسلام كما لو كانوا العيال دول فردوا عليها مش هي اللي أنجبتهم والزوج ده مش هي اللي وفقت عليه عشان تتجوزوا ومن هنا يبدأ الارتباط المرضي مع العيال في نفس توقيت التباعد العاطفي مع أبوهم يعني في تحورات نفسية بتحصل لكل أطراف المنظومة التعيسة دي جوة البيت متلازمة التعاسة اللي بقت مع الششة داخل كل بيت بسبب ظروف وطريقة وتفكير ومفاهم الزواج في مجتمعها فيبقى التعامل بين الزوجين دول عملي جدا وبارد وجف جدا في إطار خدوا انتنازلها توانتطال ومش مهم رضاع عنها ولا مهم أي حاجة المهم يسكت ويسيبها من غير صداع والمهم هي طرد عن نفسها من خلال عيالها بينهم يحققوا لها اللي ما عرفتش تحققوا لنفسها هي متعودة أن الإنجاز هو اللي كان بيشتري لها الحب من أهلها العلاقة التجارية دي شرحناها في حلقات المؤذي داخل الأسر الإنجاز كان بيشتري لها الحب من أهلها فتبدأ تسقط نفس المشاعر على ولادها تتوقع منهم يرضوها عن نفسها بإنجازاتهم يعني هم ينجزوا بمتفوقين عشان هي تحس أنها عملت العليم وفي نفس الوقت بتشتري بولادها وبإنجازاتهم لنفسها الشكل الاجتماعي والحب والتشجيع من أهلها وقرايبها والمجتمع أن هي الأم المثالية أم الأبطال المتفوقين فمبلغتها في دور الأم المثالية بيتحول لتعويض نفسي عن خيبة الأمل والإحباط أنها مش عارفة تكون الأنسة المثالية ولا الزوجة المثالية فبتتشبث بقى بتمسك في دور الأمومة لأنه هو ده الوحيد المفهوم لها باعتبار ده الأنسة من وجهة نظرها فتبدأ تعامل كل اللي حواليها بأمومة حتى جوزها وهي متخيلة أن ده بينجح العلاقة زي ما فهموها والحقيقة اللي بيحصل العكس الحلقة اللي فاتت فيها التفاصيل في النقطة دي تأثير اللي حصل ده كله عليها على نفسياتها سلبي جدا من كذا ناحية أولا أن كل سلوكها بيتقام مصدور الأم فقط ويتجاهل بقى أدوارها التانية ما هو كل إنسان فينا بيعمل أدوار كتير بالتوازي هي ممكن تكون زوجها وأم وحبيبة لزوجها وأخت الأخوها وإبنها لأمها وأبوها في نفس الوقت المشاعر مختلفة لما بتركز في حاجة واحدة بس باعتبار هي دي الوحيدة اللي هتنقذها من التعاسة فبتبدأ تركز كل تفكيرها وسلوكها ومشاعرها فتقام مصدور الأم فقط وتتجاهل الأدوار الأخرى بما فيها دور الزوجة الأنسة هي معتبرة كل مسؤولياتها أكل وتنظيف وتفتيش على العيال والواجب والتمرين والدكتور والواجبات الأسرية لأهلها وأهله وابوهم اعتبرته هو كمان طفل كبير مع العيال زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت وبدأت هو كمان تعامله بأمومة فين الأنسة؟ تبخرت ده لو كان موجود منها أصلا من الأول لأن زي ما قلنا نموذج جعفر هو العروسة المثالية نموذج روء الأنسة ده بيعتبروها الستة التانية خطفت الرجالة في المفهوم الشعبي اللي وظيفتها الطرفيه ومش بتاعت جواز ولا تحمل مسؤولية عيال فإذاً هي مش بتحاول تكون أنسة ولا روءة أصل وبالتالي مشاعرها كمان يعني بقت ماما المشاعرها كماما دي هتنعكس على شكلها إزاي؟ هتتقمص دور أمه نموذج الستة في حياتها اللي ما كانتش هي كمان بتتصرف كأنسة إزاي؟ هدوم بيت مبهدلة هي نفسها هدوم النوم عيون مجهدة، وزن زايد، هرمونات ملخبطة وغير مستقرة من كتر الحمل والولادة والرضاعة ومن الضغط والكآبة والعدام الترفيه والعدام الرياضة وإنكر الاحتياجات الطبيعية وبالتالي نفسية مستنزفة النتيجة توطر خناءات شكوى مستمرة محدش حساس بيا محدش بيساعدني كلكم رمين كل حاجة علي يا رب خد مع أنها ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها لأن تربيتها على كبت العواطف خلتها تعتبر العواطف عيب ولا بتعرف تطلب مساعدة لأن تربيتها علمتها أن ده ضعفه دلع ولازم تتحمل كل حاجة وكمان ما خدتش وقت في أول الزواج تتعود على جزءها فيتفقوا مع بعض هيبقوا يتعاملوا إزاي خصوصا في الأوقات الصعبة ده خلت فجأ خبت لازق كده على الحمل في وسط كل ضغوط بداية الزواج وهما لسه ما يعرفوش بعض ولا يعرفوا يعني إيه زواج أصلا ومتوقع بعد ده كله أنه بيرى أفكارها وهيعمل لها اللي هي محتاجات القائل بالمبالغة في العطاء المفرد اللي بيتحول لحق مكتسب لأنه بيعرفي الطرف التاني من مسؤولياته يعني التعاطف المبالغ فيه والعطاء المبالغ فيه ده بيدمر العلاقة عكس ما هي متخيلة حلقة العطاء المفرد فيها التفاصيل كل الحلقات اللي أنا بذكرها دي موجودة في نفس قائمة حلقاتها لأنوصة الصحية مع الحلقات دي عشان تسمعوا كلها مع بعض فعلى ما ييجي سن المدرسة بقى للطفل بقى هو كان يعني الحيلة ده العوض اللي هي مستنياته لعمرها اللي حط عليه كل أمالها ده على ما ييجي سن المدرسة بتكون حصلت لها هي تحورات نفسية وعاطفية وشكلية وأصبحت واحدة تانية انعزلت بقى عن الحياة وأصبحت بلا اهتمامات ولا أفكار إلا كل ما يتعلق بالجاري وورا الطفل ده للدرجة بعض الستات بيفقدوا مهارات التعامل مع الكبار من كتر مهي حياتها كلها منحصرة في التعامل مع الطفل وتعاملها مع جوزها لما بيبقى موجود في البيت بعد الشغل مثلا ساعة ولا ساعتين بالليل منحصرة في الطلبات والبراكتكاليتيز فما بتتكلمش مع ناس كبار ليل ونهار بتلف حوالين طفل فعالمها كله أصبح حزا الطفل يأتي بقى سبتمبر المرعب موسم دخول المدارس فتعتزل بقى الحياة أكتر وأكتر وتعب المعسكر هي فيه السواق والطبخ والشغالة والشيخ والكابتن وتقفل حساباتها على السوشال ميديا وتقفل حياتها من كل ناحية وتشترك في 500 جروب للماميز يجيبولها انهيار عصبي وتبدأ تجري وتزعى وتشخط وتلف حولين نفسها ليل ونهار زي المجنونة لأن مفيش إنسان طبيعي يستحمل كل ده من غير ما يتجنن وتبدأ تنقل التوتر لجوزها اللي هي بنفسها شالت عنه كل مسئولياته وبعدين رجعت تشتكي إنه ما بيعملش حاجة ورامي عليها كل الحمل الحلقات اللي فاتت زي ما قلت فيها بتفاصيل في نفس الوقت هي ما تعرفش يعني إيه طرفيها أو أجازة لأن عمرها ما عملت حاجة لنفسها تستمتع بيها من غير ما تشعر بالزنب وتقنيب الضمير تربيتها أقنعتها إن الطرفيه معناها إنها بتضع وقت بتتهرب من مسئولياتها وبالتالي بتنقل نفس المفهوم ده لولادها بدون ما تشعر فيصبح وقت الطرفيه العائلي كأنه جريمة بنسرق مش بنتسلق وبنتحك مفيش لعب مفيش دلع فارغ لما تخلصوا اللي أراه كل قول فلا هي بتعرف تسترخي لنفسها وعشان تبقى تاخد بالها من نفسها كأنسة ولا بتعرف تاخد أجازة عاطفية مع جزء يرتاحوا مع بعض من ضغوط الحياة ويشيلوا عن بعض ولا بتعرف تعلم ولادها يسترخوا وتشجعهم يمرحوا ويلعبوا لإن هي مش النموذج ده حياة في شد مستمر كأنهم في معسكر فبالتالي طبعا حياة عيسى ومضغوطة جدا ومفيش فيها أي مخرج لمشاعر إيجابية أو حاجة لطيفة أو حاجة تعطي أمل في الحياة فنبدأ بقى نسمع الشكوى من الست النكادية الغفير الحكومة ويبقى مبرر إن الزوج يطفش يدور على ست رقيقة لطيفة أنسة رؤى تحتويل إن من وجهة نظره وميراته وممرارة عشته وكلها بما العيال وملوش مكان في حياتها فبقت مش مالي عينه كأنسة أنا مش ببرر أنا مجرد بحكي اللي بيحصل فأنا مش بقول لكم هذا الكلام يا جماعة تقنيب بالعكس خالص أنا بقوله بوضوح جدا كده مرصوص جنبه بعض وبالصورة كده زي الجيكس وبازل كده البازل اللي ركبت في بعضها عشان تورينا الصورة الكاملة عشان لازم كلنا نشوف مع بعض بوضوح حجم المأساء عشان نحاول نغير حياتنا للأفضل لأن لا أنت ولا جوزك ولا العيال هتستفيدوا من كونك مضغوطة ومحبوصة ومكتئبة ومتدايقة وحاسة أنك مستحملة كل حاجة غصبة عنك وكتر خيرك أن أنت مستحمله الدراسات بتقول أن مؤشر سعادة الأبناء يقاس بمدى سعادة أمهم يعني مفهومك أنك بتفني نفسك عشان تسعديهم بيجيب نتيجة عكسية وانت مش حاسة لو انت مش سعيدة ومبتهجة ومقبلة على الحياة فالنتيجة الحتمية هتتعاسى ليكي بلهم والجوزك طبعا فضروري تاخدي لنفسك مساحة تسترجعي فيها طبيعتك لازم تبزلي مجهود عشان توقفي نفسك تكسري الدايرة دي وتبطلي النمط ده وتجبري نفسك أنك تاخدي لنفسك مساحة تسترجع فيها طبيعتك فتقدري تهدي وتعطي زوجك حقه من الاهتمام والأنوثة وتخفي الضغط على أولادك لأن نفسيتك المنهارة ضرة لنموهم النفسي جدا فدي بعض النقاط تبدأي منها نبدأ من ايه؟ بطلي تقولي عندنا مذاكرة أو عندنا امتحانات أو عندنا تمرين اللي عنده مذاكرة وامتحاناته تمرين وامتحان أو اختبار في اللي استوعبه من دراسته والمستوى قدراته على قد سنه هو الطفل مش أنت لازم يتعلم درس مهم في الحياة اللي هو يتحمل مسؤولية نفسه على قد سنه عشان ينمو نفسيا إن اللي بيكتهد بينجح واللي بيكسل بيسقط لما بتعملي كل حاجة بدلهم وتنقذيهم من كل مشكلة وتشيلي عنهم كل حاجة بتربي اعتماديين كسولين ولما بتاخدي الموضوع بشكل شخصي فتعتبر نجاحهم نجاح ليك وسقطهم فشل ليك بتمنعي عنهم خبرة حياتية مهمة وتحمل مسؤولية وبتربي نونو حبيب مامي مش متحمل مسؤولية ومعتمد عليكي وبيلومك على فشل الأخطر بقى إن انت ما بتقولي عندنا وإحنا وتقولي لزوجك بابانا بتقلي من قمتك في نظر ابنك وجوزك لإن الجامعتي نفسك مع العيال فما حدش هيعمل حسابك مع الكبار تاني لإنك باقيتي من العيال وهتتعاملي باستخفال في الحياة الحقيقية محدش بيسأل حد جبت كان في المدرسة اللي بيفرق الناس النجحين في الحياة بقى مش في المدرسة عن غيرهم صحتهم البدنية والزهنية مهاراتهم المتنوعة مهاراتهم الحياتية الذكاء الاجتماعي والعطيفي مهارات التفكير والابتكار ومجموعة القيم والمبادئ اللي بيعيشوا بيها دي حاجات محدش بتعلمها في المدرسة بتعلمها في البيت من ماما وبابا ومن تعاملاته الاجتماعية ومن الحاجات اللي بيتطوع بيها والرياضات اللي بيلعبها والناس اللي بيتعامل معاهم ويحتكاكوا بالمجتمع تحت طبعا يعني رعاية وارقابة الأسرة المعلومات المدرسية مجرد كلام في ورقة هيترمي بعد الامتحان مش دام القياس النجاح في الحياة ولكن مجرد تقييم لقدرات الطفل في الدراسة فهو مش تقييم لشخصيته ولا زكاءه ولا مهاراته ولا دينه ولا نفسيته وبالتالي ما يستاهلش يجيلك بسبب أمراض ولا يستاهل ترعيبي العيال عشانه لأنه في رأيي التربية بالرعب دي وبالتقنيب والإشعار بالنقص والتقصير أكبر مشاكل التربية في مجتمعاتنا زي ما شرحت كتير في الحلقات اللي فاتت طلعنا أجيال المحرك الأساسي لهم الخوف والشعور بالنقص ومحدودية التفكير والعدام الابتكار وحاسين أنهم متكتفين لأنهم مرعوبين يغلطوا ورغم أن محدش بينجح من غير ما يغلط ويتعلم من غلطه وبيستسهلوا الغش لأن أصبح المهم هو الدرجات حتى لو على حساب التربية والإخلاق والتفكير فوظفتك الحقيقية كأم لا تتعارض مع وظفتك كأنسة مش مجرد علف وكسوة ومذاكرة وتمرين وتنظيف وطبيق وظفتك أكبر وأهم بكتير جدا وهي تربية شخصياتهم ونفسهم ووعيهم وعقدتهم بالتعاون مع أبوهم مفيش حاجة اسمها ولادك يا ستة هنم ربيهم لا الأب والأم الاثنين مسؤولين عن تربية نفوس وشخصيات ووعي ودين وعقيدة الأولاد والبنات الاثنين الأولاد والبنات يتنقلوا لهم اللي تعرفوه في الحياة إجابات على أسئلتهم تصاحبوهم عشان يحكو لكم بدل ما يروحوا يحكو لصحابهم ويوعوا في مصايب تنمية عقولهم وإدراكهم وساعدتهم على فهم الحياة بشكل صحي لذلك لو ما خدتوش وقت في أول الجواز تتعرفوا على بعض وتتفقوا هتماشوا حياتكو إزاي واتقربوا من بعض كفريق عمركم هتقدروا تقوموا بالمهمة العويصة دي الأخطر بقى أن أنت نموذج الأنوسة لبنتك وانت نموذج الأنسة لابنك فلما تتصرفي معهم بجفاف وحزم زي الغفير أنت كده بتنقل لهم نفس المشكلة اللي احنا عديد من حذر منها دي فلذلك أنت مش مجرد دادة في خدمة ولادك وتنسي نفسك وجوزك اللي هما الأساس في الحياة لو صحتك النفسية والجسمانية وعلاقتك بجوزك انهاره الحياة كلها هتنهار قائمة الأولويات المقلوبة دي مشكلة كبيرة لازم تقفي وتحليها عشان حياتك تستمر بالتعاون مع جوزك تعاون مع بعض تفتحوا الموضوع تتكلموا كناس كبار تشوفوا هتحلوا المشاكل دي ازاي عشان تخفف الحملة عن نفسك وتاخدي وقت النفسك وتهدي نفسيا لازم توزعي المسئوليات على كل أفراد الأسرة بما فيهم جوزك وده جزء من الحياة ممكن يتحاول لحاجة لطيفة ومضحكة وتسلي وتدحك وجميلة دخولي تفرجي على فيديوهات الأسر اللي على مليانة على السوشيال ميديا وعلى تيك توك وعلى انستجرام اللي بيعملوا حاجات مع بعضه هم بيمثلوا آه بس جربوا جقلدوهم اتحكوا مع بعضه ولعبوا في البيت وهزروا وشيلوا كل واحد حاجة يعملها الواحد وهكذا الأولاد بيشتركوا في مسئوليات البيت حسب سنهم من سن صغير جدا بيبدأ في العالم المتقدم من 3 سنين بحيث الطفل في ابتداءه اعدادي ولد او بنت يكون بيعرف يشيل عنك مهام البيت الروتينية زي التوضيب وغاصل الصحون وططبيل غسيل وعمل السندوتشات لنفسه ممكن طبخة بسيطة يعملها او كوكيز او كيكا لازم يتعودوا يتخذوا قرارات بنفسهم يختاروا أنشطة رياضية فنية بيحبوها بعد مدرسة مش مفروضة عليهم عشان كل المامي يزعيالهم في فريق رياضة كذا بالعافية وانت ماشي ورا القطيع انتبه ان تعاملك مع ولادك بعنف وعصبية مش بس منفر ولكنه أذى متعمد للأسف الشديد الإذاء اللفظي والنفسي والعاطفي والبدني المستمر مدمر ليهم تماما زي ما شرحنا بالتفصيل في سلسلة أنواع الإذاء فما تتسببيش في هذا الأذى لولادك لمجرد أن أنت اخترتي التعسى بإيدك مش عارفة تطلعي منها وهتيجي في يوم تطلبيهم يردوا لك الجميل بأنهم ينكروا احتياجاتهم ويفنوا نفسهم عليك هما كمان زي ما أنت عملت لهم وإلا تعتبرهم عقيم فاخد يبالك جدا من الدايرة المفرغة الجهنمية دي اللي كلنا عملين يلف فيها من غير محد يتوقف ويقول إحنا بنعمل إيه اللي فهمك أن وظيفتك في الحياة أنك تفني نفسك في غيرك لحد الضمار الشامل وأن دي قيمتك كأنسة دي حاجة عليك قيمتك الذاتية كإنسان وكامرأة قائمة بذاتها مش مستمدة من حد ومحدش هيكافئك أنك نستي نفسك وأنستك وحتياجاتك وجوزك ووقفتي حياتك وفقدتي علاقاتك بأهلك وصحابك لمجرد أنك خلفتي محدش هيقولك شكرا أن جالك السكر والقلب والضغط وعجزتي بدري عشان بتجري في الشوارع ليل ونهار مش لحقة تنامي ولا تكلي ولا تتحكي عشان تاخدي جاهزة الأم المثالية في خيالك محدش هيديه لك أنت المتخيلة أن دي طريقة أن أنت تحسي أن أنت الأم مثالية محدش بيقول شكرا على الحاجات دي والحاجات دي هي نفسها اللي مدمرها نفسيتك ومدمرها علاقتك بزوجي اللي بيخلي الأم الأجنبية متفوقة عليك في تنظيم حياتها وفي اهتمامها بنفسها وولادها متفوقين على ولادك جدا في مهارات الحياة مش إنها أم أحسن منك والعائلة أحسن منك بالعكس ولكن لأنها بتعرف تعمل الخطة دي تحافظ على مساحيتها الشخصية كأنسة وكزوجة بالتوازي مع كونها أم وبتجهز أولادها الاستقلال كبالغين عكس بقى اللي احنا بنعمله عشان الأجيال السابقة كلها ما كانش عندهم حاجة يعملوها في الحياة غير ولادهم متخيلين ربنا خلوهم عشان يربوا ولادهم طب التربية بتخلص بعد 20 سنة والمفروض يستقلوا فالأهل يتخضوا ويجي لهم بقى متلازمة العش الفارغ اللي شرحناها في حلقة قبل كده فيفضلهم تبتين في عيالهم وربطينهم جنبهم عشان يفضلوا حاسين إنهم ليهم لازمة في الحياة لكن في مجتمعات أخرى الأطفال والأولاد والبنات بيتربوا على إنهم هيستقلوا كبالغين فبيتم تحملهم المسئولية ويعملوا حاجاتهم بنفسهم من سنة صغيرة ويستمتعوا مع بعض بالأجازة والطرفيه ولو يوم واحد في الأسبوع كأسرة إنتي لما تبقى مسترخية ومبسوطة ومقبلة على الحياة هيود عليكي وعلى أسرتك بالسعادة والهدوب واقتنعي إن الترفيه والأجازة مش زنب والعيب ولا هروب من المسئولية بالعكس ده من تحمل المسئولية إن إنتي وإنت تحفظوا على صحتكم ونفسياتكم علشان أولادكم اللي بتحبوه ست بقى لها تشتكي وتنعي حظها وتحاول تقنعني إنها لا يمكن تقدر تطبق الكلام الجميل ده عشان بلا 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 هقول لها الحيطة اللي بينك وبين الحياة المنظمة المتحضرة موجودة جوا دماغك والاختيار ليكي عشان ما تصحيش في يوم ترجع تشتكي إنك لايتي واحد بيقول لك أنا مش حاسس إني متجاوز أنا مش لايه أنسة إنتي بتعمليني كأني كمي وبتديني أوامر زي العيال أنا محتاجة ستة تعرف تدلعني أنا مش ببرر لكن الزوج من حقه إن هو يشعر إن هو متجاوز وحدة ستة يقدر يحبها ويعتمد عليها كأنسة مش بس كأم العيال وحتى لو كان هو مفهومه غلط عن الزواج وعن جعفر وعن روء أو الكصص طويلة اللي حكناها لحلقات اللي فاتت فلازم مدامك جوزتوا بقى خلاص أنتوا باقتوا في مركب واحدة بقى خلاص باقتوا تيم مع بعض وعودوا بقى تكلموا وتفهموا وغيروا بقى المفاهيم دي في دماغ بعض عشان تعيشوا عيش أسعر من كده شوية وتربوا جيل أرجوكم يكون أحسن بكتير من الطريقة اللي احنا تربنا بها أرجو أن يكون الكلام موجعش قوي ومنتظرة منكم اللقاشات كالمعتاد والقصص في التعليقات وبصوا على الشاشة دلوقتي هتلاقوا قائمة حلقات الأنوصة الصحية فيها كل الحلقات المتعلقة بهذا الموضوع وشكرا جزيلا لحسن استماعك واشوفكم الحلقة الجاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر